قام وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة الكونغولي بيرون موسينجو أومبا الأمين العام للكاف بزيارة للكامرون للوقوف على آخر استعدادات البلد المنظم لاستضافة بطولة أمم الأفريقية التي ستنطلق الشهر المقبل بمشاركة 24 منتخباً أكد الأمين العام في تصريحات لوسائل الإعلام الكاميروني عقب الزيارة على إقامة بطولة الأمم الأفريقية في موعدها نافياً أن يكون هناك تطرق لفكرة التأجيل نهائياً الأمين العام قام بزيارة الملعب الأونمبي الذي سيحتضر المبارة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة